السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله النوم عميق ومرتاح لما تدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين هذه الزكاة ايضا قد خلقوا احد نوع من التكافل الاجتماعي الناس في المجتمع كيعدوا متحابين كيعدوا الفقراء كيدعيوا للاغنياء بالمزيد من النجاح والفلاح والعطاء بخلاف ربما الافكار الاخرى مثل الفكر الشيوعي مثلا معروف انه يكره الاغنياء الفكر الشيوعي ثوي ويميلوا الى الدماء لو الاحمر وكيقول بان الاغنياء هم سبب تفقير الفقراء هم الذين اكلوا تروة البلاد هم الذين عندهم الليبرالية المتوحشة ويدعون عليهم بالسوء ويتمنون كسادهم لكن في الاسلام العكس في الاسلام يقول لنا بان الاغنياء ربي جعلهم كذلك اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هو اللي طاموا لنا عز وجل وربي شرف هذه الاغنية ملكي والسوء على الفقراء فالفقراء كلما زاد الغني غينا راكي كونه والربح لانه غدي يطيه من ميل الزكا وربي غدي باركليه فيدعو له بالرحمة والمغفرة والتواب ويوم القيامة غدي القول الأجر والتواب أعظم وأكرم حينما يدخل العبد المؤمن على عتبات باب الجنة فيجد جبال كبيرة كمكة واتهامة من الحسنات فيقول هذه هذه لك يقول يا ربي أنا كثير يقول أعطيت مالا قليلا فنميته لك وربيته لك فصار على هذا القدر العظيم الجليل هذه فرصة أيها الأحبة الكرام أننا نخرج زكاة أموالنا نبحث عن الفقراء نبحث عن المساكين ليبارك لنا الله تعالى وقد وعدنا بأن ما نقص مال من زكاة المال لما تعطي هو لا ينقص اثنان لا ينقصا إذا أعطيتها منهما الأول العلم العلم كل ما أعطيت منه زاد والصدقات والزكاوات كل ما أعطيت منها زادت وربنا يبارك في الجميع أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يغنينا من فضله وأن يديم علينا سنة التراحم والتكافل والتضامن ونسأل الله تعالى أن يمطرنا أمطار الخير اللهم اسقى عبادك وباهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا انطلبوا الله تعالى الأمطار لأن الأمطار تتكون موقفة بسبب أن الناس يقفون التراحم فيما بينهم وحينما يكون التراحم بين الناس وحينما يعطي الناس زكاة أموالهم وحينما يوسع الغني مننا على الفقير فإن الله تعالى يباهي بنا الملائك في السماء وبالتالي يعطينا الأمطار في إبانها وفي المكان المناسب لها وبالكمية المطلوبة وإن شاء الله تعالى ربنا الكريم اللطيف بعباده يكرمنا ويكرم جميع المسلمين والمسلمات اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين والحمد لله رب العالمين قد يقول قائل أنا أخرج الضريبة أنا كان أخرج الضريبة على الأموال ديالي وعند تجارة وعند فلاحة وكان أدى الدولة الضريبة فلماذا تفرض علي الزكاة الجواب لقال العلماء هو أن هناك فرق كبير ما بين الزكاة وما بين النظام الضريبي النظام الضريبي هو حق الدولة أما النظام الزكاة هو حق الله فالدولة لكي تقوم أركانها لابد لها من مداخيل لأنها عندها الجيش تحفظ به الأمن العام للبلد وعندها الأمن الوطني تحفظ به الأمن الداخلي وعندها قطع التعليم العمومي والصحة العمومية وعندها مجموعة كبيرة من القطاعات لابد أن تغطي نفقتها فتأخذ الضرائب لكي تحافظ على نظام الدولة في القضاء في التعمير في الأوقاف الشؤون الإسلامية مجموعة قطاعات الدولة تقوم بها حكومة برلمانات مجالس من أين تقدم لهم الأجور والأتعاب والتعويضات من مال الضرائب فالنظام الضريبي هو خاص بالدولة حق الدولة أما النظام للزكاة هذا حق الله حق الله يعطى للفقراء والمساكين هؤلاء لهم ضعفاء ومحتاجين الغني هو يبحث عنهم بخلاف الضريبة الضريبة ربما يأتي إليك جاب الضرائب والناس غالبا يكرهونه لأنه يدروا وسائل الإختفاء عنه في حين أن الزكاة أنت تأتي بنفسك وتبحث عن الفقير وتضق بيته وتقول خذ هذه الزكاة هل نبديها أم نخفيها؟ العلماء قال لك الزكاة نخفيها لماذا؟ قالوا لأن حتى لا يقع الرياء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه نديرها مستورة بعض العلماء قال لك لا نديرها علانية لأن الفرائد ينبغي فيها الإعلام الصلاة ربك يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح الناس يخرجوا للصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة منهم فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع الناس يبسوا الجلباب الأبيض ويخرجوا الجمعة الفرائد فيها الإظهار الجهاد كذلك يا خيل الله هل أمي الإظهار في الحج وأدن في الناس بالحج يتوك رجالا وعلى كل ضامير ينبسوا لبس الإحرام الأبيض ورفعوا صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك الإظهار فقال العلماء الفرائد لابد أن يكون فيها الإظهار ومنها الزكاة يكون فيها الإظهار أيضا باش الناس يعرفوا بأن نرى هذه الفاردة ينبغي أن تخرج واللي ما كان شعرف أو غافل احتويك تنافس واحتويك تحفز على إخراجها لكن شريطة أن يكون الإخلاص لا يكون الرياء هذه الزكاة تبطل بواحد المسألة حطيرة ننبه إليها هي بالمن والأذى كما قال الله تعالى وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى اللي كي يعطيها وكي من على الآخرين أو يعطيهم ويؤذيهم وكيقولهم كلام جارح ويمس كرامتهم لابد أن نحافظ على كرامة الآخذ الفقير نحافظ على كرامته نعطوها لهم قل يا درمشي ديالي هذا ديالك أنا غم سخر ربي سبحانه وتعالى وولدي فرض علينا هذا الأمر فإنك الإنسان ربما يخاف على نفسه هذا الأمر دي الرياء ممكن أن يسند توزيعها إلى غيره كانوا الناس في العادة الإسلام الأول كان ينظم صندوق بيت المال فكان الناس يأتون بأموالهم إلى صندوق بيت المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف صحابه بشي وزعوها على الفقراء والمساكين في زماننا هذا لطالما كان هناك مطالب على صعيد البرلمان وغيرها أن تكون هناك صندوق زكا لكن يبدو أن الأمر ترك للتوافق ديال الناس فيما بينهم فالمغاربة كانوا يسندونها إلى أئمة المساجد غالباً الإنسان التاجر كيمشي الإمام ديالجامع أو الفقه ديالجامع أو الخاطب ديالجامع إذا لمس فيه الصدق ولمس فيه الأمانة يقول لي هذا مال الله جئت به إلى بيت الله يعطيه لمن يستحقه وكانوا الناس يقصدوا الفقه ديالجامع وكي يشوف عينه ميزانه الحومة لكي يسكن فيها عارف الناس الفقراء والمساكين وكي يعطها لهم بكل أريحية وهو يخاف من الله لأن هناك الرقابة الإلهية ممكن أن تعطى لبعض الجمعيات الإحسانية هناك جمعيات إحسانية عندها ضوابيط وعندها شروط معروفة كتقوم بأعمال ديال الخدمات ممكن إما كتحفر الأبار إما كتبني المدارس إما كتعاون النساء المعنفات إما كتطيل الأيتام الفقراء إما الأطفال المتخلة عنهم إما المرضى اللي عندهم أمراض خطيرة مزمنة كان جمعيات كثيرة في كل مكان نتحرى لفيها الصدق والأمانة وهكذا تعطى لهم